وللمزيد من التعليق والحذوار ينضم معنا رئيس مركز بغداد للدراسات الستراتيجية الدكتور منافل موسى مرحبا بك دكتور نقاط مهمة في تغريدتي سيد الصدر وأيضا رئيس البرلمان السيد الحلبوس اليوم أهمها الإشارة إلى وجود تهديدات تطال الحلفاء والشركاء كيف يمكن تخيل عملية سياسية يتهدت فيها الفائز بهذا الشكل تفضل سيدتي في البدء أنا هيك وهاي جميع المتابعي ومشاهدي قناة الرشيد نمكن الصوت واضحا بالشكل المطلوب لكن على ما أعتقد بالنتيجة اليوم أصبح واضحا بعد أن تأكد جميع المشروع الذي يقدمه سيد مرتد الصدر والذي يتضمن عملية التحول من حكومات توافقية إلى حكومات الأغلبية الوطنية تقريبا هو المشروع الذي بدأت ملامحه تكون واضحة خصوصا مع انتهاء الجلسة الأولى ومع التوافق الذي اكتمل اليوم بين الفائزين الثلاثة اللي هم التيار الصدري وتيار السيادة والحزب الديمقراطي بالإضافة للمستقلين بدأت هناك خطابات وأيضا تهديدات واضحة ربما من قبل ضواغة داخلية وضواغة خارجية إلى الشركاء وهذه التهديدات أيضا كان معها محاولات لضرب مقرات مراكز بيوت بعض القادة مثلا بيت السيد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في إشارة واضحة إلى عملية تهديد واضحة إلى الشركاء لمحاولة تفتيت وتفكيك التحالف الثلاثي وبالتالي لحد هذه اللحظة ما زالت التهديدات مستمرة وما زالت ضغط مستمر لمحاولة تغيير رؤية السيد الصدر أو تغيير أو محاولة يعني إفشال مشروع السيد الصدر أو محاولة دكتور منافي أنت ذكرت أن هذه التهديدات لازالت مستمرة وأيضا هذه التهديدات لم تكن المرة الأولى التي يشير لها السيد الصدر طيب وأيضا ذكرت أنه محاولة لتفتيت المكون الثلاثي أو التحالف الثلاثي طيب هل أيضا هي محاولات للحصول على مكاسب تدفع الأطراف التي تقوم بالتهديد يعني على امتيازات يعني أعتقد أن المشروع الذي خدمه السيد الصدر أحرج بقية الكتل السياسية التي ما زالت لحد هذه اللحظة تصر على البقاء على التوافقية تصر على الامتيازات الحزبية تصر على الحصول على الامتيازات وتصر أنها هي من تدير العملية بينما مشروع السيد الصدر يختلف كثيرا من طالبات المتظاهرين من طالبات القواعد الشعبية لذلك يعني لاحظنا عمليات الضغطة التي ابتدأت من يعني منذ إعلان النتائج الأولية انتخابات وما صاحبها من اعتراضات وما صاحبها من لجوء إلى المحكمة الاتحادية الاعتراض على الجلسة الأولى الاعتراض على الكتلة الأكبر كانت واضحة أن الهدف منها هي محاولة شراء الوقت أو محاولة الضغط على السيد الصدر لتغيير موقفه حينما وجدوا أن السيد الصدر متماسك لا يقبل أن يبتعد عن مشروعه ويريد لهذا المشروع أن ينضي باعتبار أن هذا المشروع يمثل اليوم الحل الإشكالي السياسي الموجود في العراق يمثل ربما عملية يعني محاولة تفكيك أزمة الثقة التي حدثت بين القواعد الشعبية المواطنين وما بين الكتلة السياسية وبالتالي لاحظنا أن الضغوطات بدأت تزداد بدأت العملية تتوجه نحو الشركاء الشركاء التيار الصدري الذين يتفقون اليوم مع البرنامج التحالف الذي قدمه التيار الصدري والذي يتضمن أيضا آليات بناء الدولة العراقية الحديثة متمثلا بعملية إعادة هيبة الدولة فرض القانون حزر السلاح بيد الدولة وتقديم الفاسدين إلى الحساب يعني حلحلة الإشكاليات والمرحلة من الحكومات السابقة من برامج حكومية فعلية واقعية من الممكن أن يتبسل بالتالي كل هذا أعتقد هي ما تخيف اليوم بعض الكتلة التي تصر أنها تكون مشتركة في هذه الحكومة أو تصر على الرغم من وجود مجموعة من الإشكاليات عليها أو على الرغم من أن هناك ربما رفضا شعبيا بسبب الفشل في إدارة الحكومات في الدورات السابقة وبالتالي اليوم السيد الصدر أوضح رؤيته أوضح برنامجه التحالفي وأيضا السيد الصدر لم يغلق الأبواب بشكل كامل إنما قال أن أبوابنا مفتوحة أمام الكتلة السياسية الفائزة والتي ما زلنا نحص نظن فيها في إشارة واضحة إلى أن هذه الكتلة تتفق ربما مع السيد الصدر في مشروع الجديد في عملية التحول الجديدة في عملية الإصلاح التي يريد أن يقوم بها سيد الصدر لو كان هناك اتفاق يعني ما أعتقد لهذا الوقت تتأخر تشكيل الحكومة أو أيضا الاتفاق على رئيس الجمهورية لكن سيد دكتور مناف الأحراج الذي وضعهم بسيد الصدر بعد تمسك بحكومة الأغلبية والتناسك الذي هو فيه هل معناه التهديد ينفع؟ وأيضا ألمح أيضا السيد الصدر لقرب انبثاق حكومة الأغلبية أمكانية تحقيقها؟ ما أمكانية ذلك بعد كل ما حصل من قرارات المحكمة الاتحادية وغيرها؟ أقول أن تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية كان يفترض أن تتم قبل هذه الفترة لذلك بدأ الأخوان الذهاب إلى المحكمة الاتحادية بالنتجة للأرقام الدستورية أعتقد موجودة ولاحظوا هذه الأرقام من خلال الجلسة الأولى التي حضرها تقريبا 228 نائب و228 بالتأكيد يمثلون الرقم الدستوري المطلوب لانتخاب الرئيس الجمهورية باعتبارهم يمثل الثلاثين وبالتالي عملية اختيار حكومة يعني كل الظروف اليوم متآتية إلى اختيارها بأسرع وقت ممكن لكن بالنتيجة اليوم عملية الضغط عملية الضغط بالسلاح عملية الضغط باستخدام بعض الأساليب السياسية عملية الضغط أيضا ربما بأشكال أخرى خصوصا اليوم أن هناك فواعل خارجية أو ضواغط خارجية دخلت في الموضوع بشكل مباشر وأوضحت رؤيتها بالنسبة للشركاء الموجودين بالتالي يعني كل هذه المحاولات أيضا أعتقد أنها لم تكن ناجحة بشكل كبير يعني لحد هذه اللحظة التحالف ما زال متماسك أعتقد أن الرؤية ما زالت متماسكة وبالتالي يعني محاولة الضغط المستمرة على السيد الصدر أو على شركاء لم تأتي أكلها وبالتالي هذا يؤكد أن مسألة وقت تحتاج إلى إعلان يعني موعد للجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وأعتقد أن هذا الموعد سيحسم باختيار رئيس الجمهورية الذي أعتقد أيضا أنه سيكلف في المباشر رئيس الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة القادمة نعم ذكر سيد الصدر اليوم في تغريدته لن نعيد الوطن بيد الفاسدين ولا نبيع الوطن لمن خلف الحدود وأيضا هل تعتبر هذه التغريدة أو هذا الكلام الذي قيل لتغريداته هي يعني ربط لتغريداته السابقة بأنه لا شرقية ولا غربية أليس في ذلك إجابة واضحة وغير قابلة للجدل بأنه لا توافقية ولا تحالف مع الأطراف المتهمة بالفساد يعني ربما بعد أكثر بعد ما يقارب تقريبا العشرين سنة على عملية التحول بعد 2003 وفشل اليوم الحكومات التوافقية السيد الصدر أوضحها بشكل واضح بأنه لن يتخلط من هذه الحكومات وبالتالي قدم مشروعه بخيارين واضحين الخيار أول أن يقوم هو بإنتاج الحكومة والخيار الثاني أن يذهب إلى المعارضة يعني الخيارين لم يكونا مقبولان من قبل الأطراف الأخرى لكن بالنتيجة اليوم السيد الصدر أعتقد تجاوز هذه المرحلة أعتقد اليوم خيار الثهاب إلى تشكيل حكومة هو الأقرب وهو من خلال توفر الأرقام من خلال توفر الظروف من خلال توفر الرؤية من خلال توفر الإرادة لدى الشركاء أو لدى الحلفاء الثلاثة وبالتالي هذا يسهل من عملية تشكيل الحكومة بأسرع وقت ضمن الرؤية التي قدمها السيد الصدر والتي أعتقد أنها اليوم تمثل عملية الخلاص لدى المواطن الذي يعتبر أن عملية التحول هذه قد تكون عملية منتجة بعد مجموعة من الإشكاليات والخيبات التي دفع ضربتها المواطن العراقية نعم طيب دكتور ما الأدوات التي يمكن للأطراف الخاسرة أن تتبيعها لمنع تحالف الأقوية من تحقيق غايته بحكومة أغلبية هل لا تزال تمثلك أدوات ضغط غير التهديد والوعيد الذي أشار لسيد الصدر؟ أنا قلت أنهم استخدموا ليس فقط التهديد نفذوا بعض الضربات على الشركاء في رسالة واضحة بهذا الشكل بدأوا يضغطون بأساليب أخرى اليوم الحديث عن تشكيل الثلث المحطل وكل هذه بالنتيجة هي باعتقادي وسائل ضغط لمحاولة فشال تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وبالتالي اليوم أعتقد أن هذه المكونات التي بدأت تدخل في مواجهة حقيقية ما بين الرغبات الشعبية ما بين الكتل التي تريد أن تعدد تغييرا حقيقيا وما بين هذه الكتل الكلاسيكية التي تريد أن تبقى محافظة على الامتيازات محافظة على المحاصصة محافظة على الحصول أو تقاسم الكعكة كما يقال وبالتالي أعتقد أن هذا الشكل من أشكال العملية السياسية هل سيطول ذلك الأمر؟ نعم هل سيطول ذلك الأمر؟ هل سيبقون متمسكين بآرائهم؟ يبقون متمسكين بالمناصب التي حصلوا عليها سنوات السابقة؟ هم يحاولون الضغط بطريقتين رئيسيتين أولا الضغط على المواطن العراقي من خلال التهديدات التي سمعناها وكانت أضع عبر وسائل الإعلام متمثلة بعملية ما تحدثوا عنه من تهديد السلم المجتمعي تعدم استقرار البلد والنقطة الثالثة الثانية التي يريدون أن يحصلون عليها وعملية الاستفادة من الوقت طيب لذلك دكتور يعني الآن العقدة في موضوعة رئيس الجمهورية وبعدها سيكون الأمر أكثر يسرا ما السيناريوهات المتوقعة لحسم هذا الموضوع؟ يعني السيناريوهات المتوقعة وأعلان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وأعتقد أن الإعلان سوف يكون حاسماً وقت انتخاب رئيس الجمهورية سوف يكون حاسماً في عملية تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن نعم دكتور منافل موسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الستراتيجية كنت معنا شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم